فانوية صغيرة قبل ما بدأ الفيديو آآ ولازلت وسأظل ما رشحش السلطة نيكوتين لأي حد إلا في الحدود الدايئة قوي. ان انت مثلا ما بجيش كفايتك من سواء ستة تسعة اتناشر ستاشر تمنتاشر او ان انت ببساطة مش عابب ان انت تاخد وعايز ان انت تاخد انفاس اقل بيعني نيكوتين بزة او او نسبة نيكوتين اعلى في الدماغ ولكن انت قادر وواسق من انت تقدر تتكتم في دوزز النيكوتين اللي انت بتاخده. وده طبعا انا ما اعتمدش على قوي. انا شخصيا انا بقول له او انا باخد بالي جدا في استخدام السلطة نيكوتين وده نصلا في الحالات اللي انا بستخدم فيها سلطة نيكوتين وده يعني بعيد كل البعض عم يكون الاستخدام اليومي او الاسبوعي او الشهري حد. حاليا ان انا في وضع يخليني مش عارف ان انا اخد دوز النيكوتين عشر عشرين تلاتين بوف لأنا عايز اخد لي بوف اتنين واخلع. فساعة هستخدم السلطة نيكوتين لكن غير هذا انا بستخدم عادي جدا على تانك بيسكر اه عليه ناشر عادي جدا. والتنويه التاني بقى سريعا ان ليه اصلا انا مش برشاش السلطة نيكوتين. ده بقى محتاج فيديو طويل قوي انا اشغال عليه بس متعب وفيه ايدت كتير كبيرة شوية او ابحث كتيرة شوية عشان اقدر اوصل لللي انا عايزه او الشكل اللي انا عايزه من الفيديو فانتظروه وهو فيديو هيبقى تقيل وتبير جدا يعني. كده احنا اتنفقنا. خلاص. استخدموش الا في الحدود الديقة واحدة. عمان اكمل الفيديو. انا شفت كتير من او شفت كتير من بس اكتر طبعا. بقى حاجات زبالة الزبالة حاجات تاخد السلم حاجات سيئة جدا. لا ما تفقدمش اصلا. ما يجل يستخدمو. اكيد هبقى عايز حاجة يعني افضل حاجة ممكن اوصل لها. سواء كنيكوتين او سواء كطعم او يعني. تواصلت معي الشركة اسمها ماسكينج او ماسكينج يعني هم فيه اتنين كي في الموضوع. اعمل عاملة لاين اسمه روكي. هو عامل بعض الديسبوزبلات الحلوة. اللي بعتلي منها بعض العينات. انا جربت منهم تلاتة لحد دلوقتي. وهو في زي كده او حاجة زيادة من خليها الموضوع احسن شوية. بس خليني ووريك قلبيته الصغيرة بتيجي فيها ايه بسريعني? مجرد ان انت العلبة من قدام عليها شكل برودكت وك خمسة اراشر الف بف. بالجنب هنا هتلاقي كتب لك ان هو بيقول لك ان الجهاز في لكود قد ايه? وبطارية قد ايه? انا نكون مجدا في انا ما عافش ازاي ممكن اعمش اعمش في اخلاص انت. وفي حاجة اسمها نورمل وتيربو مود. الفكرة بقى في في نورمل وتيربو مود دي اللي نخليها الاداء حسن كتير. التيربو مود ده انا اعتقدنا الشخصي اللي بيشغل في الحالة دي الجملة اللي بعدها وهي الدول مش. الدول مش ده بقى بيخلي الوضع مختلف تماما. انا بحيث ان انا باخد في بف سريع. يعني انا خدت بف دول دوز يعني. ان شكر لهم يعني ان هما سألوني اول انت عايز كم نيكوتين فانا جبت عشرين لان انا ما بستحملش الحاجات دي كتير او انا مش عايز اشربها كتير. وفي ادجاستبل ايرفلو يعني انت تتحكم في ايرفلو من تحت. لابا منورة فيها جميع البيانات بتاعت الشركة. حكنا قوي ان دي ركزتي فيها شوية. هم الجنب تكتب لك خلط لك عشان لو عايز تكشف عليه تشوفه هو او لا. تفتحوا من جوه هتلاقي ان الجهاز محطوط في كيس كده. تفتح قطع الكيس افتحوا. هتلاقي ان الجهاز هيظهر قدامك العيب اللي لفت نظر طبعا. ان الجهاز لامع قوي. فمسلوش قوي. يعني كياز بيتخدش بسهولة جدا. طبعا هو ايه? ما ينسبو زبو. انت مش هتستخدمه كتير فده مش عايب قاطل في الهزير فعال. يعني انت كاك هتستخدمه خمس شرق الف بف وهترميه. وهنعلق على احوال خمس شرق الف بف ده يعني. ونفس الوقت هو بيبقى من بهدل من بره حتى وهو جديد. يعني هو جاي كده. انت رو شفت المنظر ده فهو مفتوح قدامك لأول مرة في الفيديو. وهو جاي بالمنظر انت شفته ده. فهو من بهدل شوية من بره. بس في الواقع بصراحة مش باين التجريح كوي كده يعني بس يعني لو انت الاس بي اي بدور عليك او حاجة تلاقي ان رفع البصمات على الجهاز ده سهلة جدا يعني. وفي زرور من تحت ده اللي بيخليك تتحكم تخليه نورمل مود ولا تربو مود. انا بالنسبة لي تربو مود ده هو النقلة اللي خليتني اصلا اقول لنا الجهاز ده يستاهم. ولما بتيجي تاخد البف منه بيتجاب لك بعديها في الشاشة الجهاز لسه في عمر بطارية قد ايه. وبعديها بيقول لك لسه في نسبة لكود قد ايه. يعني نسبة الكهرباء اللي فوق دي بترمز الى البطارية كام في المية. ونسبة النقطة اللي فوق دي بترمز للليكود كان في المية لسه موجود. وفي زرور من تحت تلغط عليه يقلم ما بين النورمل او التربو مود. لسه بزرور بالمنتهى البساطة هنا. في منه تلاتة الاول هو ده خوخ صيفي سائع جدا. وهو طبعا كلهم سائعين يعني. وبعدي البلو بيري ساور راسبيري. انا ملزبال البلو بيري ساور راسبيري ده احسنهم لانه مش مسكر فانا بالتاني ممكن اشرب منه يعني ما بجزعش. انا ما لاشرب منه عادي جدا ما عندش انا مشاكل. بس خب بالك عشان انا شخصيا بحبه. دي ناس دا ايته دوت يعني برضو التوت او او دي يعني ايه زوقية قوي في خب بالك من الموضوع ده يعني. والاستروبري باي نابل كوكونات ده قدامك. فراولة الاناس جوز هند وده برضو حلو جدا. وده تاني واحد انا هرشحه. انا معا اتلاتة هم هنجربهم سريعا كده يعني انا اخلي التلاتة على التربو مود. هجربهم انا انا ما اجربتش ثلاثة واربعض طبعا من ساعة ما استلمتهم فبالتالي ما اقدرش رشح. ما اقدرش اخدد غير قدامك كلوقتي يعني. ما انا بجرب الوقتي انا رشحهم. انا معرفش قبل كده كمانا. ده استروبري باي نابل كوكونات ده الفراولة جوز هند الاناس. ده ده برضو انا شايفه حلو جدا. يعني اشربه مرتاح يعني. فجرب بعديه البلو بيري ساور. ده بلو بيري ساور راسبيري ده برضو انا مش ابي فترة ده. ده اكتر واحد انا جربته فيهم الحقيقة. صراحة انا حيران بينهم. من اتنين حلوين جدا يعني. والسامر بيتش ايس. انا حاس ان ايس يعني اريدي بدأ يوجعلي زوري شوية. انا ده اي حد بيحب الخوخ هيتعلق بيه جدا 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 يعني. لكن لازلت هرشح بصراحة رغم ان انا شخصيا هفضل الراسبيري اللي انا حطه مرتبة اولى لكن انا هاختار ان انا حط الفراولة الاناس جوز هند جناءا على ان اغلب الناس هيجتمع لان ده هيبقى حلو جدا بعدها حط الراسبيري ثور بعدها الخوخ او العكس يعني برضو على الحسن انت لو بيحب حجم سترة شوية فالخوص هيبقى السانية ده. يا ايه بالجهاز ده ايه بالنسبة لي بقى يا ايه بالجهاز ده ان طبعا بغض النظر عن الحوار البوليش اللامع قوي ده اللي بيتخربش بسهولة. لكن انا بكلم عن نقطة ايه? ان هو مهتوب عليه ان هو خمستاشر الف باف. على التيربو ولا على النورة? ان عارفين ان هو ما فالش هلتين مش هيبقى اخماشر الف باف. بصراحة ان استخدمت الراسبيري ثور ده هو قاعد كتير. يعني انا حاليا استخدمته فترة مش قليلة وممكن او بص مسلا في كامل وقتي. في 68% وده استخدام قويل يعني انا استخدمته حب حلوين عشان قدر احطم على الجهاز برضو. بصراحة هو ما بيتنسافش يعني بس التيربو ده اكيد هيكل الليكود مسرع كتير. اي حد بيروح يجيب غالبا لو رايحي مشوار مسلا او مسافر او او عايز ياخده ويمشي. فلو انت خلفت الجهاز ده قدامك هيبقى ده اختيار امن ديك جدا. اي من دول هاتهم هتبس بيه جدا. اه حتى المسكر بالنسبة لك مش لدرجة التجزية يعني. انا بقى بحبش المسكر. لكن هو مش لدرجة التجزية خلص بصراحة التالخوخ يعني. اي حاجة قابلك من هذا الجهاز هاتو مضمون لان خوار التيربو موت ده حد ذاتو انا شايفه مسليف حتة تانية خالص. وارجع تاني واقول لك في النهاية. فاستخدمش سلطة نيكوتين. الا لو انت محتاج لباني. وبس كده لو انت تابع الانستجرام هتلاقي ان انا سبت اه تلاتة كده في حد متوسط بيا ريبورتات الفترة دي. ففيه تلات فيديوهات او اربعة كمان تكون صحو? اه مش مش عايز منك اي اكشن في هذا موضوع انا بس عايزة تتابع القناة لقيني في فيديو تقيل انا هنزله قريب اعتقد ان هو هيفرق مع اي حد عن طريق حتى لو هو مجوش دعو بالفيديو قوي. بس هيفرق جدا. وانت كشخص هتاخد منه معلومات كتير انت هكذا شعبك تسمع. تابع القناة لفترة الجاية. وبس كده شكرا جدا انتو كمينتوا الفيديو. للايخرة اتمنى ماكنش طولت عليكم. سلام.